الأهلي دايماً وأبداً وأعتقد ما نقدرش أبداً في 14 فبراير ننسى ذكرى وفاة واحد أحب الأهلي بإخلاص بجد وتفانى في حبه للأهلي برجولة واحد أحب الأهلي برجولة وبتفاني وبإخلاص لغاية اللحظة الأخيرة والأنفاس الأخيرة له في الحياة الدنيا وهو في الملعب مع الأهلي كابتن سابت البطل طيب الله ثراه ويجاء على الجنة مسكنه إن شاء الله مثواه كمل بقى أربع مثواه أنت حفظت على القافية هذه اللقطة وكابتن سابت بيكابد مرضه اللعين اللي صمت طويلاً في مواجهته يكون حتى اللحظة الأخيرة موجود مع الأهلي في الملعب في مباراة القمة النهاردة قريت حكتين بمناسبة ذكرى الأربعة عشر لرحيل الكابتن سابت البطل عليه رحمة الله والشيتوس وهو الزوج بنت الكابتن سابت البطل حكى موقف قصة اللقطة ديها اللي انتوا شفتوها قال إنه من الجزء يوميها وإحنا رايحين التمرين قال يا سابت أقعد ما تروحش الملعب الدنيا هوى يا جامد قاله لا 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 لازم نتفرج عالتمرين هتتعب قاله لا معهنا لازم نتفرج عالتمرين الملعب مفتوح والدنيا هوى قاله هتتفرج عالتمرين من جوا اليوتوبيس وفضل جوا اليوتوبيس يطمئن على اللعيبة في الملعب يوم المباراة روح اتفرج في التلفزيون طيب أقعد قالك لا معهنا كده كده هبقى تعبان وصمم إنه يكون موجود في أرض الملعب مباراة قمة وقال أنا لو بعدت عن الفرقة وعن الأهلي هتعب أكتر ده ثابت البطل اللي انتوا شفتوا بعد الهدف أبو تريكا جيري يقبل رأسه لأنه شاف قد إيه تضحية الكابتن ثابت وتفاني الكابتن ثابت وإخلاص الكابتن ثابت في حبه للنادي الأهلي هل كان اللعبون في حاجة إلى محاضرة لتحفزهم في هذه المباراة أكتر من نشوفه أكتر من اللقطة أكتر من الراجل ده اللي تحمل نفسه عشان يحضر ولف نفسه بطنية ويعلم أنه ربما يكون آخر أيامه لقد تحقق الكابتن ثابت البطل ما أراده كلنا ما نريده جميعا أن نخرج من النادي الأهلي أن يكون آخر يوم لنا في داخل أرواحة النادي الأهلي نؤدي له ما يستحق مننا من مسؤوليات يعني عمليا الأهلي جمهوره وإدارته كابتن صالح تخرج جناسته من النادي الأهلي كل هذه رسائل بتقول يعني أن النادي الأهلي كان يمثل إيه لهذه القامات التي تركت بصمتها على وجدان لا أعتقد الأهلوية فقط الإسمين دول بالذات يجدوا كل الاحترام من كل الانتماءات رحمه الله رحمه الله سابت البطل وطايمة هواته ده يمكن مشوار كابتن ثابت من بدايته خالص لما بدأ ناشئ في سكر الحامدية جنوب الجهزة وانتقل بعد كده للنادي الأهلي وبدأ مسيرته مع الأهلي اللي حقق معاه مشوار حافل بالبطولات حقق كابتن ثابت البطل عليه رحمة الله مع الأهلي لعب الفريل الأول 17 موسم كانت المحصلة 11 بطولة دوري 7 كاس مصر لقبين له في بطولة أفريقيا و3 ألقاب لبطولة أفريقيا بطول الكؤوس ولقب في الأفرو أسياوي سابت البطل شال شارت كابتن الأهلي بعد اعتزال كابتن محمود الخطيب في 87 وأصبح سابت البطل واحد من اللي تقلده شارت كابتن الأهلي في مهمات كتيرة صعبة ولما تولى إدارة الكورة في النادي الأهلي لأكثر من مرة ساب بصمة كبيرة جدا في حالة الانضباط النهاردة الأستاذ حامد عيز الدين حاكي وقع في تويته له بيقول أن حسام عشور لما تم تصعيده للفريق الأول هو عنده 16 سنة فلعب 3-4 مباريات حسب اللي حقق خد 5000 جنيه مكافأة وهو ناشط 16 سنة فقايل أنه بمجرد ما خد الفلوس كابتن سابت لاحظ أن حسام عشور تاني يوم لبس بانطلون جنز على الموضة لبس سلسلة وعمل شعره جل فبيقول الكابتن سابت في الطرقة شافه وده ناشي عنده 16 سنة فخده من إيده لقط اللبس قال له وإحنا أدناك 5000 جنيه عشان تعمل في نفسك اللي أنت عملته تضايحهم على الكلام الفاضي يابني عيش حياتك راجل أنت إيه اللي أنت عامله في نفسك وإيه اللبس وإيه المنظر ده خليك راجل أنت أحق بكل الفلوس اللي أنت بتتعف فيها ما تعيش المظهر ده أبدا أنت بتمثل للنادي الأهلي فبيقول حامد عز الدين من لحظتها حسام عشور تحول إلى شخص شديد الانضباط في مظهره وأداءه وسلوكه وانتهى إلى ما انتهى إليه في ذكرى وفاة سابت البطل 14 حسام عشور بفعل هذه النصايح بالرجولة أصبح واحد من أساطير الكرة في مصر مش في النادي الأهلي بس محدش بسهولة هيلعب 500 مباراة رسمية ولسه بإذن الله وإن شاء الله يزود الرقم لكن الرقم في حد ذاته أسطوري مش بالسهل أبدا على أي لعب يعني حيصمد طويلا هذا الرقم بفعل نصيحة الكابتن سابت اللي تمثلت فقط في الرقم أنا عايز أحكي لك عشان تشوف سيماته الشخصية وكيف كان نقبل التحدي بالعمل مش بالأمصة والزعلة عندما جاء بايتسا قالوا له عندنا اتنين لعيبة دوليين في حراس المرب كابتن شوبير وكابتن سابت قال لهم طيب متصنفين إزاي في المنتخب قالوا لا كانت كابتن سابت هو اللي كان مصنف رقم واحد بس دلوقتي بيلعب شوبير دلوقتي شوبير هو مصنف رقم واحد هو اللي بيلعب قال خلاص احنا كده احنا مع المنتخب فالكابتن سابت سابتت مران وكابتن شوبير بيلعب فقال له راح طلب انه يتكلم معي أنا تاريخي واتعه واسمي قال له الكلام ده فيتسا قال له كلام ده قال له طب خلاص الاحسن يلعب وبيننا وبين بعض الملعب فيتسا بعمل معاه حديث في اخر الموسم كانوا بقى راحوا يلعبوا كاس العالم وهو كان يعني لا ده قبل كاس العالم ده هما آه ساعة ما الدوري وقف اخر مراحل ايقاف الدور هو راح مع كابتن هالي مصطفى كاس الأمم في الجزائر ومن خلالها كابتن الجهر يخده كاس العالم ما أنا جايلك في دي بقى فقال لي بيتكلم بيتكلم على الفرقة وبتاعه بقول له ايه الفروق بين اللعب المصر واللعب الأجنب ايه الفروق بين الاهم الملاحظات على الفريق كده قال له انا عندي اتنين لعيبة علموني واحد آه ناشئ لسه طالع هي از ترينيج ماشين ماكن التدريب كل تمرين يخرج يطلع منه افضل مما دخله بالتمرين وهذا ليس مبالغة يتكلم على هاني رمزي اللي في نهاية الموسم راح احترف ومرجعش من مشر احترف الا على الاعتزال مسيرة نجحة جدا الطاني سابت البطل قال لي ده الوحيد اللي خلاني غيرت فلسابتي وجهة نظري بالالتزام والاسرار والعمل والمستوى اللي قدر يوصله ورحت اعتذرت له قال لي كده انا رحت اعتذرت له فالنمازج دي يا جماعة والدروس دي والكلام ده هو اللي لازم يتحكي لها الكلام ده باستمرار رحم الله شوف تأثيره في واحد ازاي حسام عشور بقى عامل ازاي طيب الف رحمة ونور على روح الكابتن سابت البطل الطاهرة ويا رب يجعل الجنة مثواه ان شاء الله ونسأل كل اللعيبة ان شاء الله انهم يقتدوا بيه لانه ده القدوة بجد هي دي القدوة الرياضية الحقيقية في الاخلاص في التفاني في العطاء في الصدق في الرجولة في الانتماء في الانضباط سلوك اعتقد ما فيش اروع من كده جسيرة الحمد لله ما فيش اطيب من كده عليه رحمة الله